بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارس على محمد وآل محمد إلهي لا تؤذبني بعقوبتك ولا تنكر بي في حيلتك من أول الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي يساء واجترأ عليك ولم يردك خرج عن قدرتك يا رب يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بكي أنحين يدعوني والحمد لله الذي يسأله فيعطيني وإن كنت بقيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أنادي كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسرني بغير شفيع فيقضيني حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوتوا غيره لم يستجبني دعائي والحمد لله الذي لا أبدو غيرا ولو رجنتوا غيره لأخلفا رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يطلق يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعه ومناهل الرجاء لديك مترعه والاستعامة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصالخين مفتوحا وأعلموا أنك للراجين بموضع إجابة وللملموفين بمن فدي إغاثة وأنك الله في إلى جودك والباب قضائك عربا من منع الباخلين ومن بوحكا عما في أيدي المستأثرين وأن الراحلة إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغافتي وبدعائك توسني من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل يثقتي بكرمك وسكوني إلى فدق وعديك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا ربني غيرك ولا إله إلا آت وحدك لا شريك لاك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صير واسألوا الله من قبله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتنع العطيات وأنت المنام بالعطيات على أهلي منفتك والعائد عليهم بتحنني رحمتك إله ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا يا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وإنشارني في الآخرة إلى عفوه وترمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا وافق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرته ذنبه ربي وناجي بقلب قد أوبطه جلمه أدعوك يا ربي راهبا رغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ابنوبي فزيع وإذا رأيت كرمك يا طميع فإن عفلتك فخير راحي وإن عزلتك فغير ظالي حجك يا الله في جرأتي على مسألتك مععيك يعني ما تكره جودك وكرمك وعزتي في شدتي مع قلة حيائي رأستك ورحمتك وقد رجعت ألا وخيبا بين بيني وبين ملتي وحقك رجائي وسمع دعائي وسمع دعائي يا خير من دعا هدا وأفضل من لجاه راج عظم يا سيدي يا وليه وساء عمليه فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تآخذني بأسوأ عملي فإن كامك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافاة المقصدين وأنا يا سيدي عائض بفضلك هارض منك إليك متنجذ ما وعدت من الصفح عم من أحسن بك ظن وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق فعليا بعفوك أي ربي جلني بستريك وعفو عن ثوبي خيب كرمي وجهك فلو اطلع اليوم على ذلبي غيرك ما فعلتوه بفضلك ولو خذت تعجيل العقوبة لاجتملت لا لأن لك أهول الناظرين إليه وأخذت المطلعين علي بل لأن لك يا لب خير الساكرين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العوب غفار الظروب علام الغلوب تفتر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على ماصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التيذب على محامك معرفتي بسعتي رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حين يا قيوم يا غافل الذنب يا قابل التاوب يا عظيم المن يا قديم الإحكام أين سترك الجميل أين أفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياسك السريع أين رحبتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مظاهبك الحنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين ملك الجثيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقلني وبرحمتك فخلفني يا محسن يا مبنيل يا منعم يا مفضل يا محسن يا مجميل يا منعم يا مفضل يا محسن يا مجميل يا محم يا محسن يا محسن لست أتكن في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفران تبدئ بالإحسان نعمان وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستور أم عظيم ما أذليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا كلك عين من لذبك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون أنت المحسن ونحن المسيئون أنت المحسن ونحن المسيئون يا الله أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندنا وأي جهل يا رب لا يسعه وجود أو أي ثمان أطول من نماته وما قدر أعمالنا في جنب نعم وكيف نستجفر أعمالا نقابل بها كرمات بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغصراء يا باسط اليديني بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كتبت وعنت من لقيك لمن سهى إلي من المعرفة بجهودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذبوه من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحمو من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسألوا عن فعلك ولا تنازعوا في ملكك ولا تشاركوا في أمرك ولا تضادوا في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لعذابك والتجارب كرميك وألف إحسانك ونعماك وأنت الجواب الذي لا يضيق عفوك ولا ينقصوا فضلك ولا تقلوا رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيد لنا فحفق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجه بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حتى لا على الرغبة إليك وإن كلنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل ذاتك فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلة يا غفان بنورك اهتدينا ومن فضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأنسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعاة ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعي ولم يزل ولا يزال ملك الكريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بمعمك وتتفضل علينا بآلائك سبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدعا ومعيدا تقدست أسماءك وجل سناءك وكوما سنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع صبلا وأعظم حلما من أن تقايفني بفعلي وخطياتي فالعفوال عفوال عاخ سيدي 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 فالعفوال سيدي 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 فالعفوال عفوال عفوال وأعذنا من سخفك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك سلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيتك إنك قريب مجيد وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسمتي نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواك وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم فعل حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا غسرانا مبينا اللهم سل على محمد وآلي محمد واكترني بخير واكترني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلت علي من لا يرحوني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واصعا حلا صيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وانزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبا وقمت للصلاة بين يديك وناجيت ألقيت علي نعافا إذا أنا صليت وسلبتني مناجعتك إذا أنا ناجات ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقربا من مجالس التوابين مجلسي عرضتني بلية نزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرت سدي وعالخدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني وويلا أو لعلك رأيتني محربا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخبلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك نأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لن تحب تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جافيتني فإن عفوت يا فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأنك مكان ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك آئلا متنجز ما وعدت من الصبح عما أحسن بك بذنى إلهي ألت أوسع فضلا وأعظم حلما من ألت قائسني بعملي أو ألت استذلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وأطلت وبيخي بكرمي وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيت وأنا الجاهل الذي علمت وأنا الضال الذي هديت وأنا الوضيع الذي رفعت وأنا الخائف الذي أملت والجائع الذي أشبعت والعطشان الذي أرويت والعار الذي كثرت والفقير الذي أغنيت والضعيف الذي قويت والذليل الذي عزبت والثقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته وأنا القليل الذي كثرته والمستضاف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته وأنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواحي العزمى أنا الذي أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاء أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمر عوانت وسترت عليها فما استحيائي وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطت لي من عندك من عينك فما ظالي فبحلمك أهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني أغفلتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحت ولا بأمرك مستخد ولا لعقوبتك متعرب ولا لوعيدك متهاود لكن خطيئة عربت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعالني عليها شقوتي وغلني فترك البرخى عليك فقد عفيتك عفيتك وقالتك بجهدي فالعال يا رب فألعاب بالعذابك من يستنقذني ومن عيد الخصماء غدا من يخلصني وبحفل من أتسلو إذا قطعت حفلك عني فوا سوءتا على ما أحصى كتابك بالعمل الذي لو لعما أرجو من كرمك وسعتي رحمتك ونهيك إيايا عن القنوطي لقنا عندما تذكرها يا خير من دعاه داعي وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام يتوسلوا إلي وبحرمة القرآن يعتمدوا علي وبحب النبي الأمي القرشي الحاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الظلفة لداي فلا تحفظ في إناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسلتهم ليحقنوا به بماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسلتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وسبك رجاك في صدورنا ولا تذغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتان إنك أنسى الوهاب فوعذتك لو انتهرتني ما بنحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهما قلبي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتي إلى آمان يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى آمان يلتج المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قررتني بالأفقات ومناتني سيبك من بين الأشهار ودللت على فضائحي عيود العباد وأملت بي إلى المار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائمي وما صرفت تأميني للعفو عنك ولا خلد حبك من قلبي أنا لا أنسى أيابيك علبي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيارتك من خلقك وقاسم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمان عمري وقد نزلت منزلة الآيثين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أصر الشهود العمل الصالح لبجعتي وماني لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مطيري وأنا نفسي تخاضعني وأيامي تخاسنني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي لذيق لحدي أبكي لفؤال منكر ونكي لني آي أبكي لخروجي من قبري عريانا بليلا حاملا تقني على بحري حب من يتاب عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شعري غير شعري لكل رئي هم يومئذ شعر يغني وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها زبرا تبهقها قسرة وذلّا سيدي عليك معولي عليك معولي وما تمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرارتك من تحير فلك الحاج على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحاج على بسط لساني أفب لساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكريك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك ربتي وإليك ربتي وإليك تأميني وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك بسطت ربتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحضل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عشى قلبي وبمناجاتك بردت ولم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانعني من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك هو عظيم الصمعين الذي أوجبته على نفسك من الرأسة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لثاني وطاشا عيدا سؤالك إيايا لبي فيا عظيمة رجائي لا تخيبني إذا اشتدت صاقتي ولا تهدني لجهني ولا تمنعني لقلتي صبري أعطني لفقري وارحمني لبعثي سيدي عليك ما تمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبك وبكرمك أئرار أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغنىك أجبر عيلتي وتحت ظل عفلك قيامي وإلى جودك وكلبك أرفع بصري وإلى معروفك أجيم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع وأبني ولا تسكن للهاوية فإن لك قلة عيني أجلي يا سيدي لا تكذب ظني بأحسانك ومعروفك فإن لك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإن لك العارف بصقري لا بصقري إن كانا قدما أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل علني إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الحك ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحدي وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفين واغفر لي ما خفي على الأدمين من عملي وأدري ما به سترتني وارحمني وارحمني فريعا على الفراش تقلبني أيدي يا حبتي وتفضل علي مبدودا على المتسلين يقلبني صالح جيرتي وتحدد علي محمولا قد تناول الأقرباء أصراف جنابتي وجد علي منكولا قد نزلت بك وحيدا قد نزلت في حفرتي وانحم في ذلك البيت الجديد الغربتي حتى لا أستأنسا بغيرك يا سيدي إن وكلتني لا لبسي هلكت سيدي فبما لا استغيذ إلا تقلني عسرتي فإلى ما لا أفزع فقدت عناي سكى في بجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنبس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمن إن عدرت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا نقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وأعمل خوفي فإن لكثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفواك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفرني وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي السبعاء وتغفرها 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 لي ولا أطالب بها إنك ذوما من قديم وصفح عظيم وتجاوب كريم إلهي أنسى الذي تفيد حيبك على من لا يسأله وعلى الجاحبين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقابته الخصاصة بين يداك يقرع باب إحسانك بدعائه فلا تعرض بوجيك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحتيك سائل ولا ينقصك مائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك ثبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك رب من الخير كله ما علتوا منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سئلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهلي حزانتي وإخواني فيك وألغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتمنت عليه نامتا ورغيت عنه وأحيته حياة طيبة في أدوى من السرور وأسبغ الكرام وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم أخفني منك بخافة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا صمعا ولا عشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعتاز الرزقي والأمنا في الوطان وقرة العين في الأهل والمال والولدي والمقام في نعمتك نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدان والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد اللهم أعطني أفضل تاني أفضل تصيبا في كل خير أنزلتا وتنزله في شمر رمضانا في ليلة القاد وما أنزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبنية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوزوا علها وانزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وانزقني رزقا واسعا من طبلك الواسع واصرف علي يا سيد الأسواء واقضعا للدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه واخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانفرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك سحت قدماني واكتني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطأهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخل للجنة برحمتك وزوجني من الحور العيني بفضلك وألحكني بعليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الصيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسابهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لإن طالبتني بذنوبي لأطالبا لك بعفوك ولإن طالبتني بنؤمي لأطالبا لك بكرمك ولين أدخلت للنار لأخبرنا أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لعليائك ومطاعتك سيلا من يصدع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوصائبك فبما يستهيث المسيود إلهي إن أدخلت للنار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلت للجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم وألا سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسانك أن تغلق قلبي حبا لك وخشية بك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجنال والإكرام حبب بني لقاءك وأحبب لقائي وجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرامة اللهم ألحقني بصالحي من مضى وجعلني من صالحي من بقيل وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما عطيتني وتبتني يا رب ولا تردني في سوء استلقبتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحيتني علي وتوفني إذا توفيتني علي وبعثني إذا بعثتني علي وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك ووراي يحجزني عماسيك وبيض وجهي بنورك واجعل ربك في ما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقنى وبطن لا يشباع وقلب لا يخشاع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا ربي على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحا ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري لا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب ملطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا ربي جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعط عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت هيماننا ونحن أرقاؤك فأعتح رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغذت ولدت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغذني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير وعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وربني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين أما يجيب المطفر إذا دعاه ويكشف السم 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 اللهم إنا نسالك ونقسم عليك بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستوبعي فيها لعن الله ظالميها وغاسبيها اللهم شاطي كل مريب اللهم هدى كل غريب اللهم فكى كل أسير اللهم إني أعود بجلال وجيك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطوع الفجر من ليلة هذه ولكا قبلي تبعتون وذنبون تعذبني علي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخافرين اللهم ننصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر واليهود والمنافقين اللهم أيض حماة الدين لا سيما ولي أمر المسلمين اللهم اجعله في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد اللهم ارحم علماءنا الأبرار سيما سيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما الحاج عبد النبي عبد الكريم رحمة الله عليهما رحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة قبلها خلوات رحمة الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة رحمة الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة رحمة الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة